طب السيد الرئيس شو بدي يعمل كلمة السيد الرئيس في القمة العربية ناخد الشق الفلسطيني بس علشان كل العرب يسمعوا مش بس الفلسطيني العرب كلهم ناخد الشق الفلسطيني نفس التبات والمواقف المصرية العقائدية القضية الفلسطينية في الملف الامن القوم العربي الفلسطيني ما تغيرش فيها حرف فأي أبواق دعاية تتحدث عن مصر ودور مصر مصر مواقف فتاة وأي مفاهيم لبعض المتطفلين في عالم السياسة أنه مصر ممكن إرضاءا لأمريكا وكذا 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 يتقدم أي متر أرض هذا الموضوع سقط سقط من الأربع وخمسين لليوم ستعشر مرة وحيسقط مية وستين مرة مصر مهمة الفلسطينيين يكون لهم كلمة واحدة ويتوحدوا يعني هلأ جميع الفصائل عادت للكفاح المقاشر هات كلمة رئيس سطو سوريا يعني هاتف الشق الفلسطيني الشق الفلسطيني قديش واضحة وقديش نقاطها محددة ما بدهاش تحليل تعالى ما يدبها طيب في الشق السوري يعني هو بتحدث عن الحفاظ على المناطق اللي تم الاتفاق عليها في خفض العنف طب ليش تحدث عن النقطة هاي لأن مصر بغياب الإعلام ومش قادر يستوع بالإعلام هل هناك دور مصر ولا لا في الملف الجرح الفلسطيني النازف وشهداء فلسطين الذين يسقطون كل يوم قضية العرب المركزية التي توشك على الضياعة بين قرارات دولية غير مفعلة وصراع الأشقاء أصحاب القضية الذي يستنزف قواهم ومواردهم الضئيلة ويفتح الباب أمام من يريد تكريس واقع الاحتلال والانقسام كأمر واقعي ويسعى لإنهاء حلم الشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية والدولة المستقلة لهذا فإنني لا أبالغ إن قلت أن بلادنا ومنطقتنا توجه أخطر أزمة منذ استخلالها وانتاء حقبة التحرر الوطني وعلينا جميعا تقع مسؤولية قبرى في وقف هذا التردي في الأوضاع العربية واستعادة الحد الأدنى من التنسيق المطلوب لإنقاذ الوضع العربي والوقوف بحزم أمام واحدة من أخطر الهجمات التي عرفتها الدولة الوطنية في المنطقة منذ تأسيسها هذا النزء اللي قاله الرئيس لا هو هذا الجزء الخاص بفلسطين والمنطقة العربية الحفاظ على الحد الأدنى من التنسيق ما بدهم مش قادرين هم لا يملكوا خياراتهم مجرد الحد الأدنى من التنسيق والمشكلة مش في فلسطين بس أنا اليوم هلأ مشكلتي في سوريا ادعاء بضرب الكيموي منظمة مكافحة انتشار السلاح الكيموي موجودة من يوم الجمعة في دمشق مفروض يوم السبت تتوجه لمدينة دومة في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق اللي هي أساساً الجدار الخلفي لدمشق أعرف ترجمة نانسي قنقر